واتتابعونا في هذه الحلقة مظاهرات الجمعة في النصرية صلاة للوحدة أم أذان للانقسام بين العراقيين تفكيك خلايا لداعش في المغرب هل يمد التنظيم الإرهابي خيوطه إلى دول شمال إفريقيا أعادت الاحتجاجات إلى ساحات نصرية بعد أسبوع من المواجهات بين أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين ماذا يعني تكرار هذه الاحتجاجات ولماذا يختار التيار الصدري المواجهة ضد التظاهرات وما هي الخيارات أمام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وهل ستؤدي تحقيقات الجارية إلى إدانة المسؤولين عن قتل المتظاهرين يرى هؤلاء المتظاهرون أن التحقيقات الحكومية فشلت في إدانة المسؤولين عن المئات من القتل والآلاف من الجرحة على امتداد عام كامل من الاحتجاجات ويخشون أن تضيع أيضا دماء الذين سقطوا في تظاهرات ناصرية الاحتجاجات عادت لتندلع من جديد بينما ذهب أنصار مقتدى الصدر الذين اعتدوا على المتظاهرين في ساحة الحبوب ليؤدوا ما وصفوها بصلاة الوحدة القوات الأمنية طوقت مركزا ناصرية للحيلولة دون تكرار هجمات الصدريين ضد المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تقول الخائفون لا يصنعون الحرية إلى جانب صور الضحايا وكان رئيس الوزراء في العراق مصطفى الكاظمي قد سعى إلى لملمة القضية لكي لا يخسر دعم الصدر له فأقال مدير أمن المحافظة من منصبه وأجرى اتصالا هاتفيا بشيوخ عشائر المحافظة لاستردائهم وأعلن عن إنشاء لجنة تحقيق في أحداث الأسبوع الماضي جمعة الناصرية عادت لتندد بالفساد وأعمال القمع وبالميليشيات التابعة لإيران وأراد المتظاهرون أن يبددوا أمل التيار الصدري في ركوب موجة الاحتجاجات ومحاولة السيطرة على الشارع الصدر سعى إلى التحريض ضد متظاهري المحافظة بالقول إنهم يعتدون على الله ويسيئون إلى المذهب الشيعي كما دعا الجماعات الموالية لإيران بأن تعمل على كتابة ميثاقين عقائدي وسياسي وترميم البيت الشيعي تمهيدا لتولي تياره رئاسة الوزراء في العراق بعد انتخابات منتصف العام المقبل ونحن إذ قطعنا عهدا القادمي قاطب شيوخ العشائر بالتأكيد على الحاجة إلى فتح صفحة جديدة وتهدئة المتظاهرين لأن الانتخابات على الأبواب أما الصدر فإنه يعد نفسه وأنصاره والميليشيات القريبة منه للفوز بتلك الانتخابات ولكن معارضيه يخشون أن يقيم نظاما يكرر ما جرى في الناصرية ضد كل من يتحداه بتظاهرات مماثلة ترجمة نانسي قنقر مشاهدين نبدأ النقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي من بغداد سيد واثق الجابري الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد واثق التيار الصدري دعا إلى إقامة صلاة موحدة في مدينة الناصرية اليوم الأمر الذي أثار الكثير من التخوفات بين المتظاهرين من حدوث اجتباكات وتجدد الاجتباكات بين المتظاهرين وبين أتباع الصدر مثل ما حدث الجمعة الماضية ما الذي يسعى إليه التيار الصدري من هذه الدعوات وما هي الرسائل التي يريد توجيهها من خلال دعواته للعودة إلى الشارع العراقي نعم شكرا جزيلا لكم وتعالي لكم مشاهدي الكرام يعني في البداية نتحدث على أحداث المؤسفة التي حدثت في الأسبوع القادم يعني تحدثتم في تقريركم أن التيار الصدري لماذا أختار المواجهة أنا أقول التيار الصدري لم يختار المواجهة وإلا الدعوات كانت في كل المحاوضات التي تشهد مظاهرات وشهدت حضور نساء وأطفال ورجال كبار وحتى مسؤولين في الدولة العراقية يعني منهم نواب ومسؤولين تنفيذين إذا كانت يعني الإعداد أو الإسعداد لمواجهة لما جاءوا بمثلها كذا يعني طبيعة الخليط لكن ما حدث في الناصرية طبعا المتجمعون من التيار الصدري ربما وصلت أواخر التجمعات إلى قرب ساحة التظاهر وحدث نوع من الاحتكاك وطبيعة الحال هو نوع من التقصير الحكومي التظاهرات التيار الصدري كانت مجازة وبعلم الحكومة أما ساحات التظاهر فهي لكل العراقين ليست للمتظاهر أو لجهة سياسية أو لأحد بمثل ما هو حق للمتظاهر أيضا حق للجهة السياسية والمواطن والمجتمع وكل الناس أن يتظاهروا في أي مكان شاء ولذلك لم تحدث أي مواجهات في أي محافظة من المحافظات سوى مدينة الناصرية بسبب وصول المصلين في الناصرية بالقرب يعني امتدوا من منطقة الشرقية وصولا إلى سينما البطحة بالقرب بحدود 500 متر بالقرب من ساحات التظاهر وحدثت نوع من المواجهات مما دعا لنوع من اشتباك طبعا وأكيد كان هناك تقصير من القوات الأمنية التي كان من مفترض أن تفضل نزاع مبكرا وأن تحمي المتظاهر لذلك التيار الصدري أبلغ عن تظاهراته وأين يتواجد وبنفس الوقت المتظاهرين هم متواجدين في ساحات التظاهر ولكن هذه القضية مسؤولية القوى الأمنية التي من المفترض أن تقف حاجزا بين الطرفين وأن تمنع أي نوع من الاحتكاك لكن هي كانت واقعة بين نارين هي لا تستطيع الاحتكاك لا تستطيع الاحتكاك إذا ما سمحت لي سواء أكرر عليك سؤالي مجددا سألتك عن ما مغزى هذه الدعوات من التيار الصدري والرسائل التي يريد توجيهها من خلال الحشد لهذه الصلاة وهذه التجمعات هل هي بغاية دعوات حقيقية للإصلاح أم بغاية الحصول على مكاسب سياسية وفي الشارع العراقي لا هي مسألة المكاسب السياسية من حق أي جهة سياسية أو من حق أي فرد أن يطمح بالمكسب السياسي المستقبلي سيما ونحن على أحتاب عملية انتخابية لكن بنفس الوقت اليوم المشكلة اليوم عدم تفهم طرف لطرف آخر لذلك يعني مثل ما حدث من النوع من الاحتقاك أن الطرف أما أن تكون معي أو تكون عدوي لذلك المشتركات هي العملية السياسية والديمقراطية وصندوق الاقتراع الذي يمكن منه أن نبضي إلى نتائج ويمكن أن نكون شركاء ونقبل بنتائج هذه الانتخابات حتى التظاهرات كان من المفترض أن تترجم إلى عمل سياسي حتى يمكن أن يكون منافس وإن كان ينتقد العملية السياسية والأحزاب السياسية ونحن ننتقد أيضا كل الطبقة السياسية الموجودة لكن بنفس الوقت أن يترجم إلى عمل سياسي مضاد هذه الدعوات التيار الصدري اليوم ربما تأتي بسبب اليوم نوع من الاضطراب العملية السياسية بل حتى الاجتماعية هناك سوء فيهم لحرية التعبير والتعبير عن الحرية والديمقراطية والتظاهر هذه الحرية وحرية التعبير هي ليست مطلقة وإنما تحدها قوانين وأعراف وقيم وقيم اجتماعية بعض الأفعال التي حتى تبرأ منها نفس المتظاهرين وقالوا أن هناك مدسين خرجت عن قيم وعن أعراف وعن قوانين الدولة العراق وبدأت تعيق الحياة العامة وتؤثر على الأمن الدولة والأمن الصحي وقطعت من الحياة العامة وعطلت كثير من الحياة ووصلت إلى تعطيل المدارس وقطع الشوارع وبدأ كثير من الناس يشتكون من هذه الأفعال التي لا تنم إلى التظاهر وإلا كل شعب العراق مؤيد للتظاهر في حال إذا كان سلميا طيب يعني تتحدث عن أن التيار الصدري وأتباعه خرجوا لينتقدوا كل هذه الطبقة السياسية الموجودة أوليس التيار الصدري الصدر أليس جزءا من هذه الطبقة السياسية هل ينتقد نفسه هنا كجزء من الطبقة السياسية نعم يعني اليوم عندما نتحدث عن العملية السياسية العراقية طبعا هي بطبيعة الحال عملية شائكة يعني كل الأطراف إذا أردنا أن نقول كل الأطراف مقصرة لكن لا نستطيع أن نحمل طرف دون آخر ربما تكون للأطراف السياسية وشات نظر وإطرحات لإصلاح العملية السياسية لكن لوحدها لا تستطيع أن تقدم هذه العملية الإصلاحية ولا تستطيع أن تصلح العملية السياسية بسبب الشراكة السياسية وطبيعة بناء النظام السياسي وطبيعة اختيار الحكومة وطبيعة البرلمان الذي يتقاطع أحيانا وتتقاطع القوى السياسية من أجل خدد ولكن سيد وآخر إذا لم يستطع باعتبار أن هناك شراكة سياسية بالسابق ولم يستطع الصدر تحقيق أي إصلاحات حتى في حال فوزه في الانتخابات المقبلة كما يسعى وكما أعلن الصدر أليس هناك شراكة سياسية ستكون ناجمة عن هذه الانتخابات وبالتالي ما الجديد في الإصلاحات التي يعد الآن بتنفيذها ولم يستطع تنفيذها بالسابق هو إذا ما آمنت القوى السياسية بل حتى الشارع المتظاهر بأن هناك شراكة ومشتركات وهذه الشراكة لا بد أن تعزز من خلال صندوق الاقتراع أولا والإيمان بالآخر والتنافس السياسي الذي يمكن أن يفضي أو ينتج عملية سياسية وقدم برامج يمكن أن تصلح العملية السياسية التيار الصدري كحال بقية القوى السياسية هو شريك وفاعل ومؤثر أيضا في العملية السياسية لكن ليس بيده كل مجريات الأمور التي تدور في العملية السياسية هو يرى في الآونة الأخيرة أن بعضا من الأفعال الدخيلة التي بدأت تؤثر على التظاهرات وإلا هو كان داعما في البداية للتظاهرات ومؤيد بل من الداعين والمتظاهرين الأوائل كان هو التيار الصدري لأجل إصلاح العملية السياسية تتحدث عن أن التيار الصدري سيقدم برنامج لإصلاح العملية السياسية ولكن على مدار أزمة استمرت طوال الأشهر الماضية وهذه الاحتجاجات التي شاهدناها للاحتجاج على الطبقة السياسية والأداء الحكومي لماذا لم يقدم الصدر هذا البرنامج للإصلاح السياسي سابقا؟ لماذا الآن في هذا التوقيت؟ نعم ليس فقط التيار الصدري كل القوى السياسية تتحدث عن إصلاح وأنها ستقدم وأنها ستتنازل لكن بنفس الوقت أيضا أنا قلت أن التظاهرات لم تترجم إلى فعل سياسي ولم تفرز قادة ولم تحدد مشروع وإلا مسألة المطالب التي تحدث عنها المتظاهرين معظمها تحققت تحققت إقالة حكومة وإقرار قانون جديد لمفاوضية الانتخابات وتبديل مفاوضية الانتخابات والدعوة إلى انتخابات مبكرة الوقت غير كافي أنا أقول من برناكم أن الوقت غير كافي للمتظاهرين إذا لم يعدوا أنفسهم وينظموا أنفسهم من أجل منافسة الأنفذ سياسية سألت عن مشروع المتظاهرين سأعود مجددا إليك في مشروع التيار الصدري ما الجديد فيه أيضا ولكن اسمح لي قبل ذلك أرحب بدكتور يحيا الكبيسي الباحث في الشؤون العراقية معنا من عمان أهلا بك دكتور يحيا تبعت هذه الدعوات للتيار الصدري بإقامة صلاة موحدة الأمر الذي أثار مخاوف من تجدد الاشتباكات على غير ما جرى في الجمعة الماضية كيف تنظرون إلى هذه التعوات من التيار الصدري وكيف ينظر متظاهر وتشرين إلى هذا الحراك السياسي الجديد الذي ينادي به التيار الصدري يعني بداية مساء الخير إليك ولي ضيفك الكريم والمشاهدين قناة الغد الحقيقة واضح أن التيار الصدري يقوم بمهمة إنهاء حركة الاحتجاج تصفية حركة الاحتجاج لأنه كان المتضرر الرئيسي منها يعني طوال السنوات الماضية كان التيار الصدري يمارس لعبة مزدوجة هو من جهة مهيمة على الحكومة هو الذي يعني جاء برؤساء الحكومة على أقل السيد عادل عبد المهدي ثم السيد الكاظمي كلاهما كان من اختيار التيار الصدري والتيار الصدري كان داعما لهما بشكل كامل ومن جهة ثانية كان يحتكر الشارع ويصر على احتكار الشارع واستخدامه لابتزاز الحكومة في حال يعني وجود أي مشكلة بينها لأول مرة بعد حراك تشريين اكتشف التيار الصدري أنه لم يعد يمتلك هذا الشارع لم يعد يحتكر هذا الشارع وبالتالي هو قفز إلى حركة الاحتجاج لم يكن مشارك فيها في الأيام الأولى ربما كان بعض الأفراد مشتركين فيها يعني ينتمون إلى التيار الصدري ولكن التيار كمجموعة عقائدية كتيار سياسي لم يكن مشاركا في حركة الاحتجاج في بدايتها ولكن كالعادة كما حدث في حراك عام 2011 كما حصل في حراك 2015 حصل في عام 2019 أن التيار الصدري يدخل إلى حركة الاحتجاج ويحاول أن يجيرها لصالحها أن يستخدمها لصالحها ومن الواضح أنه هو استنفذ هذه الحاجة من حركة الاحتجاج لأن هذا هو ساعة منذ شباط الماضي يعني منذ فبراير الماضي لإنهاء حركة الاحتجاج خاصة بعد أن قدم يعني في حينها مرشح لرئاسة المجلس الوزراء هو محمد توفيق علاوي نتذكر عندما قامت القبعات الزرق باحتلال المطعم التركي في ساحة التحرير عندما قامت القبعات الزرق باقتحام ساحة الاحتجاج في مدينة النجف وكان هناك قتلى وأخيراً اقتحام ساحة الحبوبي واضح أن التيار الصدري يقوم بمهمة إنهاء حركة الاحتجاج تصفية حركة الاحتجاج لأنه يعتقد أنها يعني حبما الخطر الرئيسي ضده لأنه يفقد احتكار الشارع من جهة ولأنه يعتقد أنه يجب الحفاظ على مكاسب داخل السلطة وأن حركة الاحتجاج هذه قد تؤثر على هذه المصار يعني دكتور يحيى أمام محاولة تصفية حركة الاحتجاج هذه من قبر التيار الصدري المحتجون يطالبون بحمايتهم يطالبون مصطفى الكاظمي بتوفير هذه الحماية وكان الكاظمي أقال قائد شرطة محافظة الدقار وأمر بالتحقيق في أحداث الناصرية هل ستؤدي هذه التحقيقات هذه المرة إلى نتيجة أم ستكون على غرار التحقيقات السابقة التي لم يسفر عنها أي جديد وكيف تقيم موقف الكاظمي من هذه الاحتجاجات في هذه اللحظات لا من الواضح أن الحكومة متواطئة بالكامل مع التيار الصدري كما قلت من الواضح أن التيار الصدري يقوم بمهمة اتفق عليها الفاعلون السياسيين الشيعة جميعا بمعنى أنه ليس التيار الصدري فقط كان يشعر بالخطر من حركة الاحتجاج وإنما كل الفاعلين السياسيين الشيعة كانوا يعتقدون أن حركة الاحتجاج هذه التي نواتها الأساسية هي نوات شيعية تشكل خطر بالنسبة لهم وبالتالي سعوا بجميع الطرق عبر العنف المفرط عبر الاغتيالات عبر الاعتقالات عبر استخدام التيار الصدري إلى إنهاء حركة الاحتجاج منذ فبراير الماضي على مدى أكثر من عشرة أشهر ولكن دكتور يحيى في محاولة لفهم نقطة معينة أليست هذه الاحتجاجات هي السبب بقدوم الكاظمي؟ هل بات الآن الوضع مختلف؟ هل بات الآن يخشى؟ الكاظمي جاء بتوافق شيعي شيعي أولا وبتوافق إيراني أمريكي ثانيا ولم يكن هو يعني اختيار الساحات أو نتيجة لعمل الساعات بدليل هذا التواطع الحكومي الصارخ مع محاولات أنهاء حركة الاحتجاج يعني لاحظي كيف يقف متفرجا كل القوات الأمنية التي يجب أن تتحمل واجباتها لحماية حركة الاحتجاج لحماية ساعات الاتصاب هي تتواطأ مع المهاجمين دائما ولا تجرع على المساس بهم لاحظي حتى ما حدث في الناصرية كل الاعتقالات والاستهداف كان لمحتجين وناشطين ولم يجري حتى اتهام التيار الصدري الذي اعترف صراحة بأنه هو من قام بالهجوم ولكن لماذا سيد يحيى ما هي حسابات الكاظمي من هذا التواطع ضد المحتجين وخشية خسران الصدر أو انتقاده أو الوقوف ضده في هذه التصرفات أو المبنى مرست في شارع العراقي ما هي حسابات الكاظمي؟ لأن السيد مقتضى الصدر والفاعلين السياسي من الشيعة هم من جاءوا بالسيد الكاظمي وهم يستطيعون الإطاح به في أي لحظة لهذا هو لا يملك خيار يعني عدم التواطع معهم أو يملك خيار إيقافهم هو في الحقيقة ممثل لهم في الدولة العراقية ما رأيك سيد واثق بما استمعت عليه؟ هل بات الآن هناك تواطئ لهذه الطبقة السياسية التي تحدثت أن التيار الصدري خرج لينتقدها حتى بات التيار الصدري جزءا متواطئا مع الحكومة ضد هذا الحراك وهذه الاحتجاجات على مدار الشهور الماضية التي خرجت للمطالبة بالإصلاح؟ أنا لا أعتقد كذلك سيد الكاظمي أولا ساحات التظاهر يمكن أن نقول الكاظمي من أقرب الناس إلى ساحات التظاهر والدليل كل المستشاري المحيطين بالسيد الكاظمي هم من مؤيدي التظاهرات والقريبين من ساحات التظاهر وفي الناصرية بالذات تم تعيين أربعة مدرع عامين من المتظاهرين باختيار المتظاهر وتم إقالة أربعة مدرع عامين أمام أنظار الكاميرات ولا يزال الذين أقالوهم بمخالفة واضحة خمسة أشخاص يأتون ويقولون مدير عاما في مؤسسة حكومية دون المساس بهم والسيد الكاظمي مضى بخطوات كبيرة باتجاه المتظاهرين في مجال التحقيق في قضية قتلة المتظاهرين في معالجة الجرحة في الجلوس مع المتظاهرين ما الجديد؟ ماذا خرج عن كل ذلك؟ أي جديد خرج عن هذه التحقيقات وهذه التصرفات؟ ما الذي قدمته الحكومة أمام هذه التحقيقات التي سبق وألنت عنها على مدار الشهور الماضية سيد واثق؟ التحقيقات وصلت إلى الأرقام التي كانت تذكر أن 800 شهيد من المتظاهرين الحكومة اليوم تقول هم 200 شهيد منهم 40 من القوات الأمنية هذه من ضمن التحقيقات الشيء الثاني بعض الاتهامات وجهت إلى قادة وتم إداعهم السجن وكثير من قادة الأمنين أثبت تقصيرهم هذه التحقيقات والمجرات أكيد هي العملية معقدة وبعض الكثير من الذين استشهدوا هم لم يستشهدوا أمام كاميرات ولا توجد أدلة على أثبات أماكن استشهادهم وبعضهم خارج ساحات التظاهر وبالنتيجة أنا أعترف وأقول هناك أخطاع حكومية وأخطاع أسكرية حدثت العراق أولا حديث التجربة بالتظاهر وطبيعة التعامل والقوات غير مدربة لكن اليوم القوات الأمنية معظمها مجرد من السلاح أسمع رد من دكتور يحيى على كل هذا الكلام إذا ما سمحت لسيد واثق ما ردك على ما استمعت إليه من سيد واثق هناك نتائج للتحقيقات التي أعلن عنها الكاظمي وتم إدانة الكثير من القادة بالإضافة أن هناك مستشارين للكاظمي هم من المحتجين الذين خرجوا في صحات التظاهر ما يعكس قرب الكاظمي من هذا الحراك يعني أولا فقط تصحيح اللجنة التي كلفت بتدقيق أرقام شهداء حركة الاحتجاج قالت في بيان صريح وموجود على اليوتيوب أن عدد من سقط من الشهداء هو 560 شهيدا وليس 200 كما قال ضيفك هذا رقم رسمي أعلنته لجنة رسمية هذا أولا الأمر الثاني في العراق دائما ما تكون اللجان التحقيقية هي مقبرة لأي محاولة جدية للوصول إلى الحقيقة وبالتالي لو راجعت كل اللجان التحقيقية في العراق على الأقل منذ عام 2003 إلى اليوم لن تجدي أي لجنة تحقيقية أصدرت نتائج وبالتالي كل اللجان التي شكلها السيد الكاظمي هي ستدخل في هذه المقبرة أيضا وأجزم لك أن لا لجنة من هذه اللجان ستعلن نتائج لن يحاسب أحد ولن يعاقب أحد لأن القتل هم من يسيطرون على الدولة ولأن القتل هم من جاءوا بالسيد الكاظمي ليكون رئيس مجلس الوزراء نحن لا نتحدث هنا عن قتل خارجيين نحن نتحدث عن قتلهم جزء من الدولة وهم جزء من الدولة الموازية التي يمثلها السلاح الموازي في الدولة العراقية الأمر الثالث المهم فيما يتعلق بالمستشارين يعني بالتأكيد هناك مستشارين كثيرين اختارهم السيد الكاظمي ولكن لا حول لهم ولا قوة بالنهاية السيد الكاظمي محكوم بعلاقات قوة محكوم بمعادلة سياسية لا يستطيع الخروج عليها فضلا عن أن يخلط عليها مستشاره السيد الكاظمي محكوم باشتراطات من جاء به إلى منصبه ومن جاء به إلى منصبه هم القتل أنفسهم ومن جاء به إلى منصبه هم من يتحكمون بالمشهد السياسي العراقي ولن يسمحوا لا لهذه الحركة الاحتجاجية ولا لأي حركة أخرى أن تخرجهم من مواقعهم لهذا حقيقة لا وجود لخيارات لدى حكومة السيد الكاظمي أو مستشارين هم مضطرون للقبول بالاشتراطات التي جاءت بهم طيب دكتور يحيى الآن أمام هذه المساعي للوصول إلى رئاسة الوزراء من قبل الصدر هل باعتقادك قد تفلح هذه المساعي بالفعل؟ لا هذا وهم يعني وهم كبير الحقيقة يعني التيار الصدري يعني على الأقل لو راجعنا الأرقام يعني أنا لدي دراسات كثيرة حول الانتخابات ونتائج الانتخابات وأعرض تماما أنه عدد ناخبي يعني عدد جمهور التيار الصدري لا يشكل سوى ما يقارب 20% من الجمهور الشيعي يعني يزداد قليلا أو ينقص قليلا هذا حدث في انتخابات 2005 في انتخابات 2010 في انتخابات 2014 المتغيط الذي حصل في عام 2018 هو أن الجمهور بقى ثابت يعني لا وجود لزيادة في جمهور التيار الصدري ولكن قلت نسبة الناخبين أعطت للتيار الصدري مقاعد أكثر وبالتالي يتوهم التيار الصدري أنه سيستطيع أن يحوز على مئة مقاعد كما صرح بعض نوابه يعني بما أنه يأخذ ما يقرب من 65% من الصوت الشيعي هذا لم يحدث مطلقا ولن يحدث أبدا من جهة ولن يسمح الفاعلون السياسيون الشيعة للسيد مقتد الصدر بأن يهيمن على المشكل الشيعي ولكن لأعطي فرصة دكتور يحيا اسمح لي أن تقل إلى سيد واثق سيد واثق قد انتقدت المتظاهرين بأنهم لم يترجموا مطالبهم إلى فعل سياسي ولم يحملوا أي مشروع ولكن ماذا عن مشروع التيار الصدري ما الذي حمل وما الجديد الذي سيقدم عند التقدم للانتخابات نعم أنا قلت أن التيار الصدري هي قوة سياسية ومن حق أي قوة سياسية لديها أن يكون مطلب أو طموح سياسي وهذا من حقها لكن أنا قلت أن المتظاهرين اليوم إذا لم يقدموا برنامجا ولم ينظموا صفوفهم ولم يدرسوا القانون الانتخابي وكيف يمكن التعامل معه أكيد لن يحصروا على الأصوات وأيض كلام دكتور يحيا أن ربما القوة السياسية حصلت على مقاعد بسبب عزوف الناخبين على الانتخابات لكن المفروض اليوم من النخاب من كل إنسان مثقف أن يدعو هؤلاء 80% من العراقين الذين لم يشاركوا أن يشاركوا بالانتخابات لكي يغيروا العملية السياسية إن أرادوا وإلا الدعوة أو التشكيك المبكر في الانتخابات لا أعتقد أنه سينفع لا ينفع المتظاهر وسوف تبقى نفس القوة السياسية متحكمة لأنها تملك المال والسلاح والوسائل العلامة وبالنتيجة لا بد أن تكون منافسة والمنافسة حقيقية بالمشاركة حتى يمكن أن تكون مقياسا وهي البوصلة التي تحدد طبيعة العملية السياسية وإلا يبقى المتظاهرين ومتظاهرين في ساحات التظاهر دون المشاركة ودون التنظيم أنفسهم لا أعتقد أنهم سيحصلون وأعتقد الآن بدأت القوة السياسية باستقطابها أولا المتظاهرين وتقسيمهم على أحزاب ربما دخلت أكثر من 160 حزب جديد وبالنتيجة اليوم أفراط كبير في التعددية الحزبية بالنتيجة هذه ستضيع كل أصوات المتظاهرين والقوة السياسية لديها الأدوات التي تستطيع أن تتفوق عليهم أشكرك جزيلا سيد واثق الجابري الكاتب والمحلل السياسي من بغداد كما أشكر أيضا ضيفنا من عمان دكتور يحيى الكوبيسي البحث في أشؤون العرقية شكرا لكم وضيفي الكريمين مشاهدين وراء الحدث متواصل من استوديوهات الغد في لندن وبعد الفاصل نناقش تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المغرب هل يمد التنظيم الإرهابي خيوطه إلى دول شمال إفريقيا؟ أهلا بكم من جديد أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية جديدة من خلايا تنظيم داعش وهو حدث تكرر على مدار الأشهر الماضية فماذا يعني تفكيك خلايا داعش في المغرب؟ وهل هناك مخاوف من عودة التنظيم أو نجاحه في نشر خلاياه عبر إفريقيا؟ الوقائع تسجل للمغرب نجاحات كبيرة على تنظيم داعش لأنها تستبق في الغالب قيم عناصر التنظيم بتنفيذ أعمالهم الإرهابية السلطات المغربية والتي أعلنت عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد على صلة بتنظيم داعش في مدينة تطوان شمال البلاد أعدت للعملية جيدا إلى درجة أن ثرقة التدخل الأمني نشرت صورا وما قاتع فيديو للعملية وكشفت عن مصادرة أسلحة ومتفجرات وأدلة السلطات قالت إن أعضاء هذه الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية ويعود أحد أسباب النجاح إلى التعاون التقليدي بين المواطنين وسلطاتهم الأمنية وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني غالبا ما يفاخر بأن شعبه يتمتع بحس أمني عال كما أن الأجهزة الأمنية المغربية هي الأخرى تتمتع بقدرات مشهودة على التقصي والتحقق والمراقبة المسبقة الأمر الذي سمح لها بتفكيك نحو 200 خلية من خلايا داعش منذ العام 2003 قبل أن تقوم بتنفيذ أي جريمة العامل الثالث هو أن الاستقرار السياسي يحد بدرجة كبيرة من وجود فراغات أمنية تسمح بتسلل عناصر داعش أو حصولهم على فرص التستر وبرغم أن مناهج التطرف متاحة في كل مكان فإن مناهج مكافحة ثقافيا تشكل عاملا مساعدا ومؤثرا لتعزيز قيم التسامح والاعتدال الحكومات المغربية المتعاقبة تنشغل بدورها في معالجة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهما يشكل الموضوع الرئيسي لمجمل خطابات العاهل المغربي محمد السادس والتي تحض على الانشغال بقضايا التحديث والإصلاح ومكافحة البطالة والفقر ورفع مستويات التعليم اشتركوا في القناة مشاهدين نبدأ نقاش في هذا الملف وأرحب بضيفة ينضم إلينا من المغرب من الرباط دكتور شرقاوي الروداني الخبير في أشؤون الاستراتيجية والأمنية أهلا بك معنا كما أرحب من لندن بالسيد عبدالله ولد سيدية الصحفي المقتص بالشأن المغاربي والأفريقي أهلا بكم ماذا يفعل كريمين أبدأ معك دكتور شرقاوي من الرباط هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن تفكيك خلية لتنظيم داعش في المغرب بل هي تأتي في سياق سلسلة عمليات تكررت خلال أشهر الماضية ما هي التفاصيل المتوفرة حول هذه العملية وماذا كانت الأهداف العامة لمخططاتها الإرهابية هي كتيبة تدعى كتيبة أنصار الخلافة تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذين لهم امتماءات وامتدادات وارتباطات بتنظيم داعش في سوريا والعراق الاعتبار أن أحد الأشخاص هو متزوج من أرملة رجلها قام بعملة انتحارية في العراق وكان يتواجد مع تنظيم داعش في سوريا ثم كذلك الرأس المدبر لهذه الكتيبة هو مغرب كان يعيش بإسبانيا وتم طرده بإسبانيا نظرا للمشاكل الحق العامل وبعض الأعمال الإجرامية التي كان يرتكبها ولزلت الآن المصالح الأمنية والاستخبارات المغربية تدرس ملف هذا الرجل الذي تم ترضعه من إسبانيا زينتنا على بعض الأشخاص الذين تم التحق بهذه الكتيبة هذه المعلومات جاءت عن طريق الاستخبارات المغربية التي وفرت هذه المعلومات عن طريق المكتب المديرة العامة لمراقبة التراب الوطني وتم العملية باشرتها المكتب المركز للأبحاث القضائية الذي له اختصاص في المسألة الضبطية والذي قام بهذه العملية في حيين بمدينة تتوان أعتقد كل هذا أظهر بأن المغرب دولة أصبحت مستهدفة وكذلك بعد العملية المسح الاستخبارات في المنازل التي تم تفتيشها وجدت عدة أذوات ومواد قابل مواد التي من شأنها أن تكون هناك صناعة لقنابل متفجرة يدويا وكذلك مجموعة من المواد كالفوسفور وكذلك الكبريت ومواد كالبنزين ومجموعة من المواد التي تستعمل عادة عند داعش في التفجيرات التي تقع في سوريا وفي العراق وحتى في بعض الدول الساحل الأفريقي وجنوب السحراء لنقول أن كان المغرب أمام خطر إرهابي كبير وأمام عملية إرهابية كانت قد على وشك أن تصيب أماكن حساسة وستراتيجية بالمملكة المغربية أعتقد كان التوجه هو تنجى وربما مدن داخلية كالدار بيضاء والرباط أرحب بك من جديد معنا سيد عبد الله بحسب قراءتك لمعطيات هذه العمليات الأمنية وأخرها هذه العملية التي أحبطها المغرب ما حجم الخطر الإرهابي الذي يهدد المغرب بحسب قراءتك وما هي فرص نجاحه إذا ما كان أخفق حتى هذه اللحظة في الوصول إلى أهدافه ومخططاته الإرهابية تحية لك ولمشاهدين الكرام أعتقد أن السلطات المغربية التي فككت الخلية رقم 6 هذا العام في عام 2020 هي على دراية كافية بمخططات تنظيمات خاصة تنظيم الدولة وهي كما تفضلتم في تقريركم وكما تفضل ضيفك من الرباط تمتلك إرث في هذا المجال خصوصا أن الحالة الوحيدة التي لم تكن فيها السلطات المغربية سباقة إلى اعتقال وتفكيك هذه الخلايا كانت منذ أمد بعيد منذ تفجيرات سيدي مومن بالدارة البيضاء عام 2003 لكن كما تفضلت هذا لا يلغي الخطر الذي يبقى داهما والسبب وهذا يدركه القاصي والداني وهذه التنظيمات هي أولا تغير من أساليبها وتكتيكاتها ومن هرميتها لم تعد هناك تنظيمات مباشرة تأتمر بأمر الخليفة بين ضفرين أو أمير التنظيم أي كان في العراق أو في سوريا بل أصبحت تنظيمات هرمية معقدة بعضها لا يدري شيئا عن تسلسل هرم القيادة الخلية انصار الخلافة التي فككت في تطوان اليوم هي خلية تتألف من ثلاثة أشخاص فقط ورغم ذلك كانت في مرحلة متقدمة من الإعداد لعمليات تفجير كبرى هكذا تتحدث السلطات المغربية عموما ما يضعف هذا الخطر سيدة الفاضلة هو أنه بعد هزيمة التنظيم في معاقله في سوريا والعراق تشضى ومنطقة الساحل الإفريقي عموما هي المنطقة الخاصرة الرخوة الآن لهذه التنظيمات لأنه في ظل غياب سلطة مركزية مثلا في مالي وفي ظل الحرب التي تشنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الجنوب الجزائري وفي شمال النيجر والتي تشنها بوكو حرام الموالية لتنظيم الدولة في نيجيريا وبحيرة تشاد أصبح التهديد حتميا يضاف إلى ذلك العائدون وهم كثر العائدون من أصحاب الجنسيات المغاربية مغاربة جزائريون توانسة ليبيون موريتانيون عائدون من معاقل التنظيم ويكون لهم شأن في التنظيمات المحلية مثلا من يقود تنظيم داعش في الساحل والصحراء هو أبو الوليد الصحراوي وهو من مواريد تيندوف جنوب الجزائر بالتالي هذا التشضي هذه الهزيمة في المعركة التقليدية أجبرت هذه التنظيمات على الدخول في معركة غير تقليدية هي معركة سرية بالدرجة الأولى الإعداد والضربات الخاطفة التخطيط لمهاجمة المدن ثم الاختباء هذه كلها تكتيكات جديدة تتعامل مع سلطات الأمنية في دول الساحل ودول المغرب العربي وحتى الآن تبدو الاستراتيجية المغربية هي الأكثر نجاعة هذه الاستراتيجية الأكثر نجاعة دكتور الشرقاوي إلى ما يمكن أن تعز أسبابها كيف تمكن المغرب بالفعل من تحقيق هذه النجاح في محاربة اختراق الإرهاب لأراضيه عبر تفكيك هذه العمليات في الآونة الأخيرة على مدار الأشهر الماضية وما هي المقاربة التي اعتمد عليها لتحقيق ذلك المغرب منذ ضربات الإرهابية لسنة 2003 بالدار البيضاء عمد إلى تغيير منهجية وستراتيجية ووضع استراتيجية كبرى وشاملة لمحاربة الجماعات الإرهابية عن طريق الترصد والرصد والتتبع وعن طريق المقاربة الاستباقية من خلال وضع مجموعة من الإصلاحات العمودية والأفقية في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حتى أصبحت الاستخبارات المغربية ويمكن أن نعتبر أن الاستخبارات المغربية لها ذاكرة استخبارات عالمية على إعتباره الدور الكبير الذي تقوم به في تفكيك الخلايا الإرهابية في مجموعة من الدول الإفريقية ومجموعة من الدول الغربية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكندا وحتى في مجموعة من الدول الإفريقية في Aww가지 في Loughganbassan في El Cote d'ien lead وحتى في مالي المغرب يضبط بشكل كبير جغرافية الإرهاب التي تمدد في دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء كما أن المغرب كانت له رؤية استباقية عندما ظهر الإرهاب وظهرت تم التمدد والارتباطات الإرهابية في دولة أفغانستان كما أن المغرب كان لعباء دورا طلائيا خاصة وأنه اليوم يترأس بمعاية هولندا المنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب ويترأس كذلك اللجنة الخاصة لتتبع وترصد النشطاء الإرهابيين على المستوى الدولي داخل هذا المنتدى وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب نجح بطريقة استباقية في وضع استراتيجيات شاملة وكبيرة على مستوى التتبع ورصد الجماعات الإرهابية وكذلك الخلايا النائمة وكذلك حتى الذئاب المنفردة على اعتبار أن المغرب نجح في مجموعة من المرات من تفكيك ومن إحباط ضربات إرهابية في مدن مغربية وكذلك في مدن إسبانيا وفي مدن فرنسيا ولا يمكن أن نستثني وربما هذا يمكن أن قد نستنتجه من بعد بأن هذه كتيبة أنصار الخلافة ربما كانت تخطط لضرب إسبانيا على اعتبار أن أحد زعاماء هذه الكتيبة كان يعيش في إسبانيا وله ارتباطات كذلك وامتدادات داخل إسبانيا وهذا ما قد نربما سنستشف في الأيام المقبلة عن طريق التحقيقات التي تجريها الآن مصالح المختصة لدى الاستخبارات المغربية ولدى الأمن الوطني المغربي على هذه الخلية وعلى هذه الكتيبة بارتباطاتها وامتداداتها لا على مستوى السوريا والعراق وعلى مستوى كذلك بعض الدول الأوروبية سيد عبدالله في محاولة لفهم مصدر هذا الخطر الإرهابي هل هو يأتي من داخل المغرب أم له صلات كما تم نقل بعض التقارير التي تتحدث عن أن هذه الخلية لها ارتباطات بعناصر تنظيم داعش في سوريا والعراق وبالتالي هل يمكن أن يكون ذلك بمثابة خطر أو مؤشر لعودة لظهور داعش مجددا في المغرب العربي وشمال إفريقيا سيدة الفاضلة داعش ظهر في شمال إفريقيا ليس فقط يطرق له باب عودته بقوة أقصد هنا سيد عبدالله هو تنظيم موجود في شمال إفريقي في الصحراء المالي وفي الصحراء النيجر تنظيم الدولة وهناك بوكو حرام في تشاد تدينه في نيجيريا وتشاد تدينه بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية لكن الأهم في هذا أنه يحاول التمدد إلى مناطق لم يتمدد إليها من قبل المغرب مثلا كانت هناك سلفية جهادية فيما مضى الخطر كان داخليا في مرحلة معينة لكن السلطات المغربية استطاعت عبر سلاحي القبضة الأمنية الحاسمة وكذلك الحوار مع الشيوخ السلفية الذي أدير في مرحلة ما استطاعت أن تتجاوز المعطى الداخلي الخطر الآن كما تفضلت هو خطر خارجي يأتي بالأساس من المقاتلين العائدين من معاقل التنظيم التي هزم فيها وهؤلاء منهم قيادات أمير الرقة كانت تونسية الجنسية وهناك قيادات مغاربية في تنظيم الدولة الذي استطاع أن يتبوأ في هؤلاء مراكز متقدمة مفتي التنظيم كان موريتاني الجنسية بالتالي أصبحت هذه القيادات بعد انهزام التنظيم وانكشافه في معاقله التقليدية من عاد أدراجه هو من يفكر في العودة وبالتالي هذه العودة هي التي تشكل الخطر الحقيقي الآن الذي يحاول المغرب مجابهته ولا ننسى معطى آخر مهم في شمال المغرب تحديدا هناك ضغط الهجرة السرية آلاف المهاجرين القادمين من الصحراء الإفريقية الذين يستطيع ببساطة أن يتسلل عناصر التنظيم بينهم وهؤلاء هم القلق الحقيقي لأوروبا هناك خطر تجارة المخدرات ومعروف أن تجارة المخدرات والأسلحة تتحالف مع الإرهاب في مراحل معينة لذلك أعتقد أن السلطات المغربية استطاعت أن تكون سباقة إلى تفكيك هذه الخلايا الفردية استعدادا ربما لمواجهة أوسع والذي جعلها تستطيع أن تكون أفضل في هذا المجال هو أن المغرب منذ البداية لم يؤمن فقط بتسليم ملف الأمني إلى الشرطة إنما إلى المخابرات إدارة المراقبة الترابية هي التي كانت تمسك بهذا الملف منذ البداية بالتالي ترصد هؤلاء من مناطق وجودهم تتتبعهم في رحلتهم الطويلة ثم تقبض عليهم عند العودة إلى المغرب دكتور شرقاوي سيد عبد الله أشار إلى هذا الخطر لعودة عناصر منتمين لتنظيم داعش من سوريا والعراق إلى المغرب إلى أي مدى يشكل هذا بالفعل هاجسا مقلقا بالنسبة للمغرب خطر عودة المقاتلين المغاربة من سوريا كيف تقيمون هذا التهديد وما هي الاستراتيجية التي تتبعها المغرب لحماية أمنها من هؤلاء لا بد من الإشارة إلى التقرير المكتب المركزي للاستخبارات الأمريكية عندما كان كريستوف الميلر رئيسه وبالإشارة اليوم أصبح هو وزير الدفاع خلفا لمارك إسبر عندما قال كريستوف الميلر بأن تنظيم داعش يتمدد بشكل كبير في العالم عبر عشرون فصيلا وخلية جديدة وأعتقد عبر دراسة قمت بها شخصيا أقول بأن هناك أكثر من عشرون فصيلا وخلية في منطقة ساحل إفريقي وجنوب صحراء ودول شمال إفريقيا على اعتبار أن ليبيا توجد فيها 1600 فصيل مسلح من بينهم تنظيمات تابعين للقاعدة وداعش على اعتبار الاعتبار الثاني هو أن داعش أصبحت الآن تتحرك بشكل كبير في منطقة البادية وفي منطقة دير الزور وفي منطقة السويدة في سوريا وفي شمال سوريا وفي الرقة يعني داعش لم تنضحر بعد داعش باقي وتتمدد وربما سنشهد رجوع لداعش كتنظيم قوي وأعتقد محمد سعيد عبد المولى يعني الخليفة خليفة أبو بكر البغداد له استراتيجية أخرى تم كما أن تنظيم القاعدة ولا يمكن فصل القاعدة عن داعش في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء على اعتبار التفاهمات الموجودة ما بين عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى التابع لداعش وأياد آغ الغالي تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين زيادة على تنظيم جديد أصبح يظهر وهو أنصار الإسلام والمسلمين دون أن ننسى الضربات الإرهابية التي عرفتها منطقة بورنو في نيجيريا والتي أدت إلى ضحيتها حوالي 110 أشخاص في منطقة بورنو زيادة على الضربة الإرهابية الأخيرة في منطقة ميناكا وقاو وكذلك منطقة إندالامينا منطقة لبتاكوغورما أصبح تشكل قاعدة أساسية ومهمة للجماعات الإرهابية وامتداداتها وارتباطاتها بالشبكات العابرة للحدود والعابرة للقارات وبالتالي المغرب بوقع استراتيجي ومكانة المغرب دون أن ننسى بأن المغرب منذ 2003 لم يتعرض لضربة إرهابية وكذلك محاولة التنظيمات الإرهابية النشاط داخل التراب المغربية أتي لإعدادات إعتبارات هناك إمارات المؤمنين وضرب المغرب له رمزية كبيرة زيادة على ذلك أن للمغرب علاقات استراتيجية كبيرة مع مجموعة من الدول الشرق الأوسط ومجموعة من الدول الإفريقية ومجموعة من الدول الغربية كما أن المغرب مستعد لوضع استراتيجية دولية من خلال المركز الدولي لمحاربة الإرهاب وتمت منقشته أو أخر في الأمم المتحدة نعم سيد شرقاوي أشرك معنا سيد عبد الله في هذه النقطة بالفعل دكتور شرقاوي أشار إلى هذه الاستراتيجية الناجعة للمغرب التي أتبعها مع دول الشرق الأوسط دول إفريقية دول أوروبية أيضا هناك شراكة استراتيجية في مكافحة الإرهاب أسمها أسهمت بهذا النجاح ولكن بتقييمك الآن في حدود شمال إفريقيا ما حجم هذا التعاون بين دول الجوار لمكافحة هذا الخطر من تمدد الإرهاب إلى دول شمال إفريقيا أكثر وهل هي كافية بشكلها بتنسيقها الحالي لدرء خطر الإرهاب من أن ينتشر في هذه المنطقة للأسف الشديد سيدتي الكريمة لا توجد استراتيجية لدى الدول المغاربية عموما من أجل مواجهة خطر وشبح الإرهاب والسبب يعود إلى الخلافات العميقة بين أكبر دولتين في المغرب العربي وهم المغرب والجزائر والتي منعت وجود أي تنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والذي كلف المنطقة باهظا ويكفي للدلال على ذلك أن هناك تنظيمات استهدفت بعض الدول ودخلت في أراضي دول أخرى دون أن يكون بالإمكان مواجهته لأنه لا يوجد تبادل حقيقي للمعلومات مع وجود قوات القوات الفرنسية في شمال إفريقيا ووجود القوة الأمريكية الصغيرة في سواحل النيجر أصبح هناك نوع من التنسيق على الأقل مع دول الساحل المباشرة لموريتانيا ومالي إلى حد ما النيجر ولكن غياب التنسيق هو أحد المشاكل الأساسية التي تجعل هذه الدول غير قادرة منفردة على مواجهة هذه التنظيمات عندما سقط نظام القذافي في ليبيا كأن أبواب الجحيم فتحت في هذه المنطقة لماذا؟ لأن الصحراء الليبية الشاسعة أصبحت ملاذا آمنا لهؤلاء هناك عتاد بمئات الآلاف عتاد محمول ومتوسط وحتى عتاد ثقيل سقط في يد هؤلاء عندما سيطرت التنظيمات الجهادية على منطقة جاوو تنبوكتو شمال مالي وأضعفت السلطة المركزية في باماكو لم تجتمع هذه الدول لمجدة مالي هذه النقطة والتعقيب سريع إذا ما سمحت لي سيد عبدالله أنتقل إليك دكتور شرقاوي تحدث هنا سيد عبدالله عن غياب حال التنسيق بين المغرب والجزائر بسبب العلاقات السيئة بين الدولتين هناك أيضا مشكلة بالتنسيق مع ليبيا لغياب حكومة فيها بالإضافة إلى أن الوضع في تونس أيضا يعاني من ضعف إمكانيات العسكرية وإمكانيات الجيش على ضوء ذلك كيف ومع من ستتعاون المغرب في دول شمال إفريقيا لدرء هذا الخطر الذي يهدد المنطقة أعتقد بأن اليوم لا بد من الإقرار بأن الخطر الإرهابي أصبح كبيرا على جميع الدول المغاربة على اعتبار الرأس المدبر الجديد لتنظيم القاعدة وهو أبو عبيدة يوسف العنابي وهو جزائري والأصل الذي أصبح الآن قائد تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا وفي دول ساحل إفريقية وجنوب الصحراء أعتقد بأن المشاكل البينية الموجودة داخل وعدم وجود رؤية استراتيجية ما بين الدول المغاربية خاصة وأن وجود قوى محددة للفوضى دون الدولة أصبحت الآن محدد في المعادلات الاستراتيجية ما بين الدول المغاربية خاصة ما بين المملكة المغربية والجزائر على اعتبار المشاكل الأخيرة التي وقعت في منطقة القرقالات أعتقد بأن كل هذا يظهر على أن هناك مشاكل بينية وأن ليست هناك رؤية استراتيجية ما بين الدول وكذلك التعاول استخبارات ما بين الدول المغاربية شبه منعدم. إذا ربما قمنا بالاستثناء المغرب وتونس وبعض المرات المغرب وموريطانيا. أعتقد لا بد من الإقرار بأن عدم وجود الدولة كذلك المشاكل السياسية البينية التي تعيشها ليبيا. خلق فراغات جيوسياسية في المنطقة. أعتقد بأن مثلا منطقة جبال الشعنبي والسلوم بين تونس والجزائر هي منطقة ملغومة. وقد نشهد ربما في الأيام المقبلة خاصة بعد عودة داعشين تونسين إلى المنطقة وكذلك من الجزائر إلى وجود ضربات إرهابية في المنطقة. ولا أستبعد كذلك تصاعد ضربات الإرهابية في دول الساحل الأفريق وجنوب الصحراء. خاصة في شمال مالي. خاصة في منطقة تلكوغورما. ما بين الحدود نيجر مالي ومالي بوركينافاسو. نعم. دكتور شرقاوي الرداني. الخبير في شؤون الاستراتيجية والأمنية من الريفات. شكرا جزيلا لوجودك معنا. كما أشكر أيضا من لندن. سيد عبدالله ويلد سيدية. الصحف المقتص بأشأن المغاربي والإفريقي. شكرا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدين بهذا نكون. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء.